مشكلة مزدوجة يعاني منها العراق بشكل واضح في السنوات الأخيرة تتمثل في ظاهرة استقدام العمالة الأجنبية من مختلف الجنسيات بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة لدى العراقيين وثيقة صادرة من وزارة النفط أظهرت أن عدد العاملين الأجانب في الحقول النفطية بلغ نحو 75 ألفا بينما تؤكد إحصائيات أخرى وصول عدد الأجانب العاملين في العراق عبر تعاقد الشركات الأجنبية مع القطاع الحكومي إلى 200 ألف عدا عن العاملين لحساب الشركات الخاصة إذا ذلك ارتفع عدد العاطلين العراقيين حيث وصلت نسبته مفق الجهاز المركزي للإحصاء في عام 2018 إلى أكثر من 22% فيما أعلن صندوق النقد الدولي أن نسبة العاطلين عن العمل في العراق تزيد عن 40% ويبدو أن الظروف غير المستقرة في العراق أتحت المجال أمام الشركات والمكاتب لإدخال العمال الأجانب بشكل غير قانوني ما يعتبره متخصصون خطرا يهدد الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية حيث يواجه كثير من العمال في العراق خطر البطالة حتى أن عمال البناء أصبحوا اليوم بلا عمل بسبب منافسة العمال الإيرانيين لهم ويوضح الناشط في شؤون العمال حيدر الشيخ علي أن الكثير من العمال الذين دخلوا بطريقة غير شرعية يعملون منذ سنوات دون أي محاسبة قانونية مؤكدا أن العمال الأجانب يتقاضون أضعاف أجور العامل العراقي تصل بعضها إلى 20 ألف دولار إضافة إلى تكاليف السفر والعلاج النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني أكد أن ظاهرة استقدام العمالة الأجنبية تضيف عبء آخر على الموازنة الحكومية بسبب ما تخصصه من رواتب وإعانات للعاطلين عن العمل عن طريق شبكة الرعاية الاجتماعية بينما يؤكد رئيس اتحاد ونقابات عمال محافظة القادسية علاء المحنى أن مسؤولين حكوميين يتسترون على العمالة الأجنبية غير القانونية بل ويسهلون تهريبها إلى داخل العراق خبراء اقتصاديون أكدوا أن فقدان الضوابط بات أمرا طبيعيا في ظل ضعف وتخبط الحكومة في قراراتها ووجود كارثة تشريعية في قانون العمالة مشيرين إلى أن ظاهرة العمالة الأجنبية أشبه بتهريب للأموال العراقية بصبغة قانونية تفشي البطالة بين العراقيين دفع البعض إلى طرق مشبوهة للحصول على المال فنشطت تجارة المخدرات وكثر الحديث عن حالات الانتحار وارتفاع عمليات الخطف والسرقة ظواهر متعددة تعود بمجملها إلى سبب واحد متعلق بالفشل والفساد السياسي